اذا كنت تشتري اي اسلحة او فضة او اي حاجة خاص لعبة سكالاند بونز او اي لعبة ثانية مثل العاب فيفا ادخل على الرابط للموجود في الوصف ولا تنسى انك تحط كود نوب مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قبلنا لكم فيديو جديد نتكلم فيه عن سلاح الداردنيل السلاح المنقنيق اللي تقدر تشتريه من عند انيتا ولا من عند هوما قيمة 350 بنشوف بعد شوية عن هذا السلاح في البداية نتكلم هذا هو السلاح اللي حين تشوفوه امامكم في الفيديو وتقدر تشوفوه نفس الشي من المخطوطات لو نروح للمخطوطات ونشوف السلاح سلاح الداردنيل بنتكلم عن الداردنيل ونتكلم عن المنافس للداردنيل يعني هل تاخذ الداردنيل او تاخذ المونس ميج ليفل ثري المونس ميج ليفل ثري تقدر تاخذه بعد عن طريق الدولارات الذهبية من عند هوما فخلنا نقرأ شوية عن سلاح الداردنيل السلاح الداردنيل الضرر اللي فيه يعطيك ثلاثة آلاف وتسعمية وسبعة وتسعين يعني تقريبا أربعة آلاف في الإنسيقام السماح لكل الأسلحة الواقعة يعني كل الأسلحة إذا كنت حط أربعة تسلحة على اليمين وأربعة على اليسار أو إذا حطيت اثنين في الخلف مرة واحدة تقريبا واحد ينطلقن كل الأسلحة يعني أربع طلقات ينطلقن مع بعض من قنابل المنغنيق بينما الميزات الأخرى عندك التفقير إضافة ثلاثين بالمئة من الضرر في أثناء وجود ضرر التفقير السلاح يعطيك ثلاث آلاف أساسية ويعطيك التفقير تسعمية من الجامج النطاق في أربعين متر نطاق التفقير المسافة توقع مئتين وخمسين السرعة القديمة في مئة وخمسة ثلاثين هذا حاجات إعادة تلقيمة توقع بعدها نحتاج إلى نشوفه بينما سلاح المونز ميج زيارة ضرر الملحق بالهيكل بالنسبة لخمسين بالمئة والإضافة عشرة بالمئة من ضرر أثناء وجود ضرر التفقير لكن يتقسم المونز ميج إلى ثلاثة آلاف نفس الشيكة بيس دامج لكن يعطيك ثلاث مئة للاختراق وثلاث مئة للتفقير بينما هناك مكان واحد بس اللي هو التفقير تسعمية الباقي نطاق التفقير هناك أكثر هنا ثلاثين بس في المونز ميج لفل تري وبس هذا تقريبا عن ميزات الأسلحة اللي نتكلم عنهم بينما الأسلحة الثانية اللي غير محسنة ما يحتاج أن نشوف اللي هو المنقن يقليب الفايف لأنه ضعيف جدا صح من الضرر الأولي والضرر من ضرب البيس يعني دامج أعلى وأعلى بكثير يعني بثلاثمائة أو أربعمائة عن هالسلاحين لكن ما أفضل لك لعبه لأنه ما فيه اللي هي اللي هي للبف اللي هو الإغراق والإضرام النار أو حاجة من هذا القبيل من وين تحصل على هذه الأسلحة؟ هذه الأسلحة تقدر تحصل عليها من عند إنيتا ولا من عند هوما تروح معاهم وتروح للسوق السوداء وتنزل تبحث عن هذا السلاح أول شيء نتكلم عن الداردنيل هذا هو الداردنيل وقيمة 350 من العملة السيادية وعملة الزعامة العملة هذه الفضية القديدة كيف تقيب العملة الفضية القديدة؟ نفس الشيء نتكلمنا عنها أنك توصل الكميات من الذهب الإسباني أو الدولارات الإسبانية وعلى كل مايلستون يعطوك بالنسبة لهذا السلاح سلاح الداردنيل وميزاته وما تتستخدم اراكم! شارلين فريدريكيز هذا السلاح من ميزاته انه يطلق اربع طلقات مثل ما قلنا في آن الواحد بوقت واحد فانت لما تريد حارب انا بحط الفوتج عن حرب ضد حصن او حرب ضد اللي هي عمليات النهر ليش لانك انت تحاول انك تدمر هذا الابراد اذا تدمر البتران في اسرع وقت ممكن فانت مبدعا تطلق طلقة طلقة اربع مرات للاسلاح المونزميج في الداردينيل تطلق هن طلقة واحدة ونفس الشي لما تصيب اذا صبت سفينة اذا طلقت هادا تطلق على سفينة فانت راح تصيب الفين وخمسمية تقريبا من كل ضربة اذا ما كانت كريتكل داماز اذا كانت كريتكل اتوقع بتوصل لالفين وثمانمية وحتى وقت توصل ابعد من هذا بس الالفين و الخمسمية يضربها في اربعة فكل طلقة انت تضربها تقريبا داماز عشرة الاف بينما الكريتكل داماز في الحصون هنا تقريبا داماز عشرة الاف عطانا الفين وسبعمية وتقريبا لما ضربنا في الفرق يعطينا قريبا سبعة الاف ايضا ففي عمليات النهب انصح يعني انك تستخدم هذا السلاح داماز لتوقع انه افضل سلاح في عمليات النهب في عمليات اللي هي المطري تفرض من مسافات بعيدة بس يعني يفضل شوف هنا وعطانا نفس الشي سبعة الاف وحاية لما ضربنا قمة البرق تعمل تبا داد تابعو 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 ترجمة نانسي قنقر قريب و بعيد لعبت بالداردنيل وصراحة سلاح منتاز خيمة 350 في رأي انك اذا خذيت ما بتكون خسرها لأي حاجة ما مثل السلاح الفلو او الفيليو في الفيليو صراحة ما كنت انصح به لكن هنا في الداردنيل اقولكم انه سلاح منتاز وراح يفيدكم كثير خصوصا اذا كنت تلعبوا سولو تحتاجوا لسلاح بهذه القوة يضرب لك اربع طلقات مرة واحدة وتكون يعني طلقات طلقات توصل لمدى بعيد ما توقف مثل الدينيل هنا تكون نهاية الفيديو اتمنى انه اعجبكم اذا كان في بلد او في سلاح معين تريدون وتكلم عنه وتكرهونا في التعليقات كذلك اذا حبيت انكم دخلوا على الموقع المذكور في الدسكريبشن دخلوا عليه وستخدموا سلاح من الأسلحة وكذلك ضرقوا لعنى ان حصلت سلاح النار اخيرا يمكن هذا ميزة من ميزات التحديث اول حرب حربت فيها سفينة الأسباح حصلت على سلاح النار هذا الطيف الأزرق النار النار